لقد رأينا الكثير من وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تصدر ما يسمى بالتقارير ضد الصين وروسيا ليس فقط الصين وروسيا من ترفضها بل ترفض دول أخرى لاعتراف بصحة هذه التقارير إنه لأمر مؤسف أن يتم تسييس قضية تتبع أصول فيروس كورونا الجديد بشدة ويرى ألكسي ديكين أن العالم كله ما زال يتذكر الأداء السيئة لبكالة الاستخبارات الأمريكية في حرب الإراق ودف أن التقارير بكالة الاستخبارات الأمريكية مليء بالأكاذيب وليس له أي مستقية وقال ديكين إنه إذا ما كانت وكالة الاستخبارات دامل في فعل شيء ما فإنما عليها هو أن تحقق بجدية في أسباب العدد الكبير من حالة الإصابة بكوفي 19 في الولايات المتحدة إذا كان المجتمع الدولي يعتقد بشكل عام أنه يجب تتبع أصول فيروس كورونا الجديد فيجب أن يتم القيام بذلك في إطار القواعد الذي يعترف بها المجتمع الدولي لكل دولة قوانينها الخاصة ويجب على وكالات المخابرات أن تحل مشاكلها داخل بلادها على سبيل المثال يجب على وكالة الاستخبارات الأمريكية التحقيق في أسباب العدد الكبير الوفيات الناجم عن كوفيد 19 في الولايات المتحدة